شهدت غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة ثالثة لقاءات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بحضور كافة أعضائه ناقش الاجتماع تفاصيل تنصيق الفعال لتوزيع جهود المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في التحالف وذلك لوضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها التحالف بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه العمل الأهلي لتحقيق أهداف التنموية في أكثر من قطاع خاصة في مجال الحماية الاجتماعية وفي هذا الشأن تم استعراض الخطوات الأولى لتوزيع المواد الغذائية للفئات المستحقة خلال شهر رمضان وتنصيق توزيعها بالمحافظات وفقا لأنشطتها ولأنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة بالتحالف بجانب أوجه التعاون لتنفيذ عدد من التدخلات في مجال الصحة